لا يقف الفساد في العراق عند حد كفله ذلك ولا توجد أي إرادة سياسية ولا حتى نية لمحاربته أو الحد من تغوله بل إن منابعه لا تنظب في ظل طبقة سياسية تعتاش عليه وترتبط به وجوديا كل ذلك جعل العراق يحجز له مكانا متقدما وثابتا منذ الاحتلال الأمريكي في قائمة الدول أكثر فسادا في العالم منظمة الشفافية العالمية أكدت في تقرير جديد لها أن العراق احتل المرتب السادس عربيا والثالث عشر عالميا في قائمة أكثر دول العالم فسادا بحصوله على 168 نقطة متقدما على فينزولا وحتى بوروندي واقع الفساد في العراق لا يقتصر على التراجع في التقارير الدولية بل تكشفه أيضا تصريحات مسؤولين داخل العراق من ذلك ما كشفته النائبة عن تحالف سائرون ماجد الدميمي التي أوضحت بالأرقام جانبا من الحقائق الصادمة لسياسة العراق المالية بعد عام 2003 التميمي أكدت أن إجمال الدين العام للعراق بلغ 114 مليار و286 مليون دولار وأن العراق يدفع فوائد على هذا الدين تصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنويا مشيرة إلى أن هناك فروقات بعشرات المليارات تخص مديونية البلاد للكويت قطمست آثارها في الاختلافات ما بين سجلات وزارة الخارجية والمالية وشيء نفسه ينطبق على قانون توزيع ما عرف بالفائض النفطي تصاعد وطيرة الفساد في العراق يقابله إفلات غير مسبوق من العقاب فقانون العفو العام الذي أقره البرلمان في وقت سابق يفترض أنه شرع لإنصاف المظلومين لكنه تحول لقانون العفو عن سراق المال العام على وفق تعبير التميمي وأدهى من ذلك أن الموازنات المالية من عام 2012 وإلى عام 2017 خلت من الحسابات الختامية لتعطي صورة واضح عن الفساد الجاثب على صدور العراقيين ومقدراتهم منذ نحو 16 عاما قالت النائب عن اتلاف دولة القانون علي أنصيف أن مجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه عبد المهدي فاقد للصفة القانونية والشرعية وأوضحت صيفا المجلس يمضي بحسب الأهواء السياسية لفتة إلى أن البرلمان قام بزيارة لمجلس الوزراء بهدف فتح ملف عقارات الدولة لكن تمت مواجهة الوفد بالرفض وعدم السماح له بالدخول إلى مجلس الوزراء